أعلن أترشخ إلى الانتخابات الرئاسية ليس طلباً للسلطة أو بحثاً عن مكانه بل لقيادة شعبنا في مرحلة مصيرية نحو العزة والتقدم والازدهار طبعاً الذي ينظم هذه الانتخابات الأمم المتحدة برعاية أمريكية وفرنسية وألمانية ويسمحون برجل مجرم سفاح قتل وارتكب كل هذه الجرائم ترشح عادي جداً يعني هم عندهم يقولك لا إحنا قلقنا القبض على واحد كان من ستين سنة ولا من سبعين سنة في الحرب العالمية الثانية كان شغال سكرتير لهتلر كان حارس لهتلر كان مسك دفاتر يعني الموظف في السجن بتاع الهيليكوست بعد سبعين سنة لم يغفروا له بينما أرسلوا لنا حفتر حفتر أجنسيته أمريكية ليقوم بالترشح رئاسه وماكرون مرحب وحقوق الإنسان حلوة خالص وميركل ألمانيا وبايدن أمريكا فين حقوق الإنسان ولا حقوق الإنسان ولا بطيخ وده رجل مجرم متهم فيه قضايا وده قتل وإبادة جماعية يعني والأكثر إن هذا المجرم يعني في الوقت اللي أمريكا تقولك اقتحام الكونجرس حدث خطير رغم النقط الواحد ولا اتنين فيه اقتحام الكونجرس طب اقتحام العاصمة رابلس وكل هذا القصف والقتل عادي انظروا أين حقوق الإنسان صدعونا بحقوق الإنسان طب حفتر أمريكي الجنسية كيف يسمح له بالترشح هل شاهدته شخص يحمل الجنسية الروسية يترشح في انتخابات رئيسة أمريكا شخص يحمل الجنسية الصينية أو حتى الفرنسية يترشح رئيسا لأمريكا لكن نحن في أشباه الدول أو في المستعمرات يعني دول تحت الاعتلال بناءة كل هذه المضحقات وطلعوا قانون ليلى لحفتر لم يعرض على البرلمان حتى وقالوا عرضوا زوار الأوراق ولا فيه فيديو حتى لتصويت هذا البرلمان على القانون وقالوا يجوز الترشح مكتوب كده أنه يجوز للشخص سواء مدني أو عسكري كان مهروض يكتبه من كوسين خليفة حفتر أنه يترشح للانتخابة